قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوردة لإخواني في القناة الخليجية أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله فيسأل الأخ سؤالا عن حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك الذي مطلعه ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك إلى آخره هل هذا الحديث ثابت فأقول بالله تعالى التوفيق هذا الحديث فيه رأو مجهول على الراجح وهو أبو سلمة الجهني ولقد قيل إنه موسى بن عبد الله الجهني واثقة لكن هذا قول غير مقبول عند الكثيرين من أهل العلم والصواب أن الحديث ضعيف لجهالة أبي سلمة الجهني يسأل سائل عن مسألة العزر بالجهل هل يعذر من فعلا كفريا وهو جاهل أم لا أقول بالله تعالى التوفيق إن الأدلة على العزر بالجهل كثيرة جدا والذي يبدو أنه يعذر بجهالته إن كان جاهلا من هذه الأدلة قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء كذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كذلك قوله تعالى رسولا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كذلك قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وكانت شجرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال بني إصرق لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها قال إنكم قوم تجهلون هذا وسمتها ذلة أخر كثيرة في هذا الباب منها قول الحواريين لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فهنا تشككه في القدرة فعلى ذلك عذروا بجهالتهم وأيضا في الباب قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم والله أعلم يسأل سئل عن عدم تمكين الأنف من السجود يعني أنه سجد ولم يجعل أنفه تمس الأرض بل مرتفعة عن الأرض وصلى بهذا هل صلاة تصح أم أنها لا تصح الظاهر والعلم عند الله تعالى أن صلاته تصح ذلك لأن الحديث الوارد في أنه لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف وكذلك موارد عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبد الله بن طاوص عن أبي طاوص عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب الجبهة واليدين والركمتين والقدمين ولفظه في بعض الطرق الجبهة وأشار إلى جبهاته وأنفه هذه زيادة تفسيرية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الخبر ثابت لكن الزيادة التفسيرية الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مدرجة من فعل طاوص رحمه الله تعالى والله أعلم يسأل يقول عندي بنت طلقت وكانت هذه البنت قد تزوجت قبل بلوغها ولما طلقت أيضا طلقت قبل أن تبلغ فكيف تعتد ويلم تحض بعد أقول وبالله التوفيق تعتد بثلاثة أشهر إذا كان دخل بها أما إذا لم يدخل بها فلا عدة عليها أما الدليل على ذلك فقول ربنا سبحانه والله يئسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن أي والله لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر هذا وبالله تعالى التوفيق يسأل عن رجل تقدم لامرأة أعجبها وأعجبته ولكن عند العقد طلبت طلبا وأصرت عليه طلبا وأصرت عليه ألا وهو أن لا يتزوج عليها زوجها وأرادت أن تثبت هذا في قسيمة الزواج فهل لها هذا الحق أم لا الظائر والله أعلم أن لها هذا الحق فلا أن تشترط أن لا يتزوج عليها زوجها أما إن تزوج فسيكون من حقها أن تطلب الطلاق وتكون آخذة أو ستأخذ كل تبعات الطلاق لن تكون مختلعة آنذاك أيضا زوجة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تخرج من بلدها يعني تبقى في بلدها لخدمتها أمها أمها ووافق على هذا الشرط هل له أن يخل بهذا الشرط بعد ذلك أقول ليس له أن يخل في هذا الشرط ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج والله أعلم يقول شخص أوصى بالنصف تركته لبناء مسجد عليها السلام عليكم شكرا عليكم عليكم السلام ورحمة الله لا ربنا وفيك يا شيخ وفيك يا شيخ وفيك يا شيخ المفارش اللي تتفرش على السرير ليه بيبطيها وصمات دي دباديب دي حرام ولا ولا وإيه الحمد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد المفارش التي تفرش على السرير التي بيها دباديب هل هي حرام أو ليست بحرام الظاهر أنها مكروهة ولا تصل إلى حد التحريم أما عدم وصولها إلى حد التحريم فلأنها ممتهنة ممتهنة ليست معظمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التصاوير أو الفرش التي عليها التصاوير اجعلها بوسطاً توطأ البوسط جمع بوساط وطوطأ أي تداسو والله أعلم يقول السائل رجل أوصى بنصف تركته لبناء مسجد عليها هل تمضي وصيته هل تمضى وصيته أو لا تمضى وصيته أقول يمضى منها الثلث فحسب أعني أن الذي يخرج لبناء المسجد الثلث إلا إذا تراد الورثة على إخراج النصف فإذا ترادوا فلا إشكال إذا لم يترادوا نفذنا من الوصية ثلث التركة والذي بعد يريد أن يتبرع من جزئه فله ذلك أما ذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص لما حضرته أو مرضا مرضا أشرف فيه على الوفاة قال يا رسول الله إن الوفاة حضرتني أفأوصي بمالي كله قال لا قال أفأوصي بثلث مالي قال لا قال أفأوصي بنصف مالي قال لا قال أوصي بثلث مالي قال ثلث والثلث كثير إنك انتظر ورستك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس والله أعلم رجل نظر أن يذبح جملا وبعد أراد أن يتنازل عن الجمل وقال أولادي لا يحبون لحم الجمل أو الفقراء في حينا لا يحبون لحم الجمل هل لي أن أنزل من الجمل إلى البقرة أقول في النزر لا يجوز هذا إنما في النزر من الأعلى من الأدنى للأعلى فإذا نظرت مثلا خروفا وزبحت بقرة بنيت الوفاء بالنزر هذا جائز عند الجمهور أما الأعلى للأدنى فلا بمعنى أنك نظرت أن تزبح بقرة هل تزبح مكانها كبشا هذا لا يجوز والله أعلم السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته إذا كشيك الله يبارك فيك إذا فحبتك عمليك الحمد لله بقول لحضرتك بس أنا لو تفكر أنا اللي كنت كلمتك قبل كده على موضوع أن والدي ما طلع ليش أوراقه كده فاكر بقول لحضرتك هو دلوقتي يعني بقدر أتصل بحضرتك كتير ما يعني إيه ما بتفتحش علي مشغول بالله تفضل سؤالك بقول لحضرتك هتقالك سؤالين وبعد إذنك ممكن أكلمك على بالليلة تبقى ترضى على عائدة تفضل 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 أسرع بس تفضل بالنسبة لحضرتك إن دلوقتي لو والدي من الجماعة دي جيلو اخت عريس منهم ومثلا لو والدي وافق ووافق وكده هل مثلا أنا أبقى أتصرف إزاي ساعتها امتنع عن التزويج يعني والدك يريد والدك يريد أن يزوج أختك شخصا من التكفير من الجماعة التي تسمى القرآنيين وللآن الأخ متضرر فأبوه لا يقنع بالحكومة ولا بأوراقها ولم يثبت له شهادة ميلاد إلى الآن ولم يدخله مدارس ولا أي شيء متعلق بالدنيا ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فأبوه يرفضها فلا تزوج أختك شخصا كهذا الرجل والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تفضل يا أخي شيخ من فضلك ما يحكم منه في عرب التنفيذ نعم السلام عليكم يسأل سائل عن مسألة الجمع بين الصلوات في المطر في هذه الأيام هل يجمع أو لا يجمع أقول وبالله تعالى التوفيق الحديث الوارد في الجمع في المطر بخصوصه حديث ضعيف لكن ورد حديث ابن عباس العام الذي قد يؤخذ منه الجمع في المطر وفي الأعذار عموما ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والأشاء سبعا وثمانيا من غير عزر من خوف ولا مرض ولا مطر وقال لما سئل ابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال وأنا أظن ذلك فإذا أعمل هذا في المطر فللعامل به وجه والله أعلم وسئل يسأل يقول هل يسرع حقا أن ينادي المنادي في اليوم المطير الشات في الأذان صلوا في رحالكم وعندها نصلي في بيوتنا فأقول وبالله التوفيق الخبر بذلك صحيح فقد ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهم عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والثاني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يقال مثل هذا في اليوم المطير الشات والله أعلم يسأل الأخ سؤالا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هل هذا ثابت أقول وبالله التوفيق هذا الحديث معلول سندا ومتنه عليه تعقبات كذلك فالذي أرى أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا لمعنى معارضات في أبواب الكفاءات والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فضل الشيخنا لذلك الوقت الواحد يركب المواصلات ويدفع مثلا يدفع الأجرة فواحد ستة يركبه قدام على الحاجة في تخل من الأجرة فيحصل ملامسا للأياد هل دا ينقض الوضوء ولا لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاختار من أقوال العلماء في هذه المسألة قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ذلك لأن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من فراشها فقامت تبحث عنه فمست يدها رجليه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك ولم يخرج من صلاته ولو كان الوضوء نقض لكان قد خرج من صلاته وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة أمامه معترضا اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها فلمت رجلها وإن قام بسطت رجليها والله أعلم فالوضوء لا ينتقد بارك الله فيك هذا وأيضا سئل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق ولا عطاق في إغلاق هل هذا الحديث معلول نعم هو حديث معلول ذكر علته أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتابه العلل أيضا سئل يسأل عن حديث أيوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هل هذا الحديث ثابت أقول الحديث ضعيف الإسناد معلول غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول سائل ما قدر المتعة التي للمطلقة هل حديثت بشيء بنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول وبالله التوفيق لم تحدد المتعة بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام بل الله قول ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متان بالمعروف حقا على المتقين فليس لها شيء ثابت والله أعلم يسأل سائل عن ما أسمعه شركة بزنا شركة كوستينت للتسويق الشبكي هل هذه الشركة حرام التعامل معها في البيئة والشراء والاشتراك أم حلال أقول وبالله التوفيق ابتعد عن هذه الشركة فعملوها مبني على الغش والغرر ابتعد عنها أسلم لدينك والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سيدنا الشيخ مرحبا بك أنا سأل تفضل عندي سأل لو سمحت تفضل أنا دفعت ذكر رمضان لإخواني في السموان يقول ولا ما يقش على كل قد مضى الأمر وانتهى لكن بعد ذلك يلزمك أن تتأكد أن الزكاة تصل في موعدها ولمستحقيها يلزمك أن تتأكد أن الزكاة تصل في موعدها ولمستحقيها إن تأكدت من ذلك فلا بأس إن لم تتأكد فلا تعد لمثل صنيعك والله عالم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات أوصي نفسي بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى أو الصلاة على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن أو ترتفع الدرجات وتحط الخاطئات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وكذلك يحصل لنا السبق بكسرة ذكرنا لله فضلا عن ذلك كله فمن أجل مناقب الذكر ومن أجل فضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتسالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وأسلموا تسليما ولا تنسوا رد المظالم إلى أليها فإن الحقوق مؤدات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة هذا وأوصي نفسي والمسلمين بالثبات على التوحيد وبالثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وأوصي نصارى مصر بالإيمان بالله وحده وعدم اتخاذ إله مع الله وعدم القول بأن الله والمسيح بن مريم وعدم القول بأن الله سالس سلاثة وعدم القول بأن المسيح بن الله فهذا كله كفر يخلد أصحابه في النار نسأل الله لهؤلاء الهداية والتوفيق للتوحيد اللهم أمين هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر